السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم في الطبقة منغا ومبيسوات سيسر زايسيرو الفصل ألف وتسعة طبعا زي ما عودناكم ورحمة الله وبركاته إذنك خلونا ندخل على صفحة الغلاف مباشرة فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق قبل لا نبدأ بس أحب أعتذر لكم على تأخر الانطباع والله بيدي أنا ماخذ اللقاح كورونا وشوي تخربط النوم وكذا وأيضا جزع ذلك أمس في الليل أحد في الليل الوالد جاءت وعكا صحية بسيطة الحمد لله طلع المستشفى ما في الليل عافية بس ضريت أروح مع المستشفى فتأخرت وما قدرت صورها لحد في الليل قاعدت صورها لكم على ثلاثين الصباح إن شاء الله يا رب نقدر نزلها اليوم قبل البث بس إذا ما نزلت فتنزل الثلاثة الصباح أو ثلاثة الظهر قم منا سعى قم منا سعى قم منا سعى قم منا سعى مقدر قم منا سعى والله أنا أدني قاعد أعدكم أني أبكر فيها بس للأسف كل أسبوع تجي ظروف قاهرة وتقهرني ولكن سنعود إن شاء الله وننزلها لكم بأسرع وقت ممكن بدأ الفصل بداخل القصر وأتباع كايد وكلهم يصرخون أطفل النيرال إن اشتعلت إن خرجت عن السيطرة لن نستطيع إطفاءها نحتاج إلى الماء المزيد من الماء هذا طبعا هذه معضلة سالفت نحتاج إلى الماء هما في الأصل كانوا جنب البحر جزيرة بسط البحر يعني بديك تأخذ الماء من البحر الحين جزيرة عائمة في السماء شي اللي يشعل النار الهواء انت قاعد تطير في الهواء والهواء يحب عليك من كل جهة وما في بحر تحتك يعني ما عندك إلا الماء المخزن داخل القصر فهذه معضلة ترى كبيرة جدا جدا في مقاومة الحريق أو أطفاء النيران المضحك أنهم كانوا مسكين هوز زي أهواز أطفاء النيران يعني كانوا مسوين system fire alarm system كده هوز مطافق عديد مجاهزين روحهم الجماعة يعني فيه استعدادات للحريق يعني مو أي كلام ترى وفي الصفحة اللي بعدها على طول صدمة كده مباشرة كان في مواجهة ستة فقط من الأغماد في واحد من الأغماد فقد فجأة لحد يسأل نعرف إنه راشي يوقف يوقف جاك وعشرة دوجي سقط مع كانجيرو في الانفجار فالمفروض إنه باقي سبع أغماد بس اللي موجودين حاليا هم ستة فقط كيمون دانجيرو كوماتسورايزاو نيكوماموشي وكيكو ناقص إيزو إيزو فجأة اختفى من الصورة لاحد يسألني وين راح كان معاهم أول ما طلعهم من الغرفة يوم يقبلون جاك والآن فجأة اختفى ما هو موجود لاحد يسألني وين راح طبعا الصدمة في وجه كيمون والغضب أوروتي كده طلع العرق في جبتها من قوة الغضب والنرفز عنده أول ما شافه وفي المقابل الخوف والروع في وجه أوروتي كيمون قالنا من تكوب فجأة جاء النينجا من خلفه وقال له أوروتي سمعه إنهم لا يعلمون أنك مدت وعدت إلى الحياة مرة في السابق يعني ما يدرون أنك كايدو قطع راسك وبعدين أنت رجعت للحياة هذه الكلمة لقد مدت مرة في السابق وما يدرون لها معنية بشرحهم بشكل أكثر بس إما نخلص الفريمين الجايين نخلصهم بعدين باتتكلم بسحطوا خطين حمر على الكلمة هذه طبعا بعد على طول النينجا جاء عند أوريتي سامو قال له أوريتي أهرب من هنا يعني لا تقتلهم وأنا سأوقفهم أنا بوقفهم عند حدهم بأعطلهم عنك عشان يبديك تأخذ رد أوريتي اخرس أيها الأحمق سأكون محاصر من جميع الجهات من قبل الأعداء يقصد من أتباع كايدو ورجاله لو عدت إلى الخلف لازم أكمل للأمام عشان أنحاش من القصرة توقع أن يوصل للبواب عشان يهرب وينحاش من قلعة كايدو العائمة كلها وبعدها قاعد يقول أستطيع أن أرى أن كايدو جالدهم جلد مضعفهم يعني هم ضعفاء بعد معركتهم القاتلة اللي صارت مع كايدو في السقف وبعدها بدأ يضحك ضحكتها الغبية جدا ضحكتها المريضة هذي اللي ما تشتبيه ويكلم الكوزوكي هم أتباع الكوزوكي هم الرونين الخاصين بكوزوكي أودن فيسمونهم يا أتباع الكوزوكي أو يا من تبقى من الكوزوكي هل عجبتكم أفاجأتكم بمفاجأة كانجيرو فجعتكم بمفاجأة كانجيرو كان جسوس لي وانت أيضا خدعتني أو استغفلتني كيوشيرو طبعا يتكلم الدنجيرو اللي كان في الأساس متجسس أو متسلل كتابع لي أوريشي باسم كيوشيرو ولكن هو بالواقع دنجيرو أحد أغماد أودن ومعهدك هتقول خلونا نتجاوز كل هذه الخيانات السابقة يعني مش مهم كل الخيانات السابقة اللي صارتها أنت خنتوني أنا خنتكم مهم مهم حاليا أنا ليس لدي ما أخشاه منكم وأنتم في حالتكم المصابة هذه يعني أنتم مو بقدي مو بكفت قتلوني أنتم في الحالة المصابة هذه وطلع ست رؤوس بالضبط لاحظ هو سطور تعمتنا أوريشي يعني عندها ثمان رؤوس كايد أوريدي قطع لها راس بقي له سبع رؤوس بس عشان يقاتل ستة اللي ما ندري إيزو الراح أخرج ست رؤوس فقط يعني بقي له راس سابع ما أخرجه أنا سأكل كل واحد منكم ببتلعكم باكلكم كلكم بقطعكم للأخير إلى شلاء بعد أن عشت في رعب وخوف منكم دائما عشرين سنة عشرين سنة وانا خايف ارتعب منت بتجون تقتلوني أنا قاعد خايف عشرين سنة كاملة الآن ستشعرون بغضبي الآن سأصب جام غضبي عليكم وجي كيمو كذا صحب السيف والستة كلهم هجموا هجمة رجل واحد قطعوا الستة رؤوس حقته كلهم بالضبط كل واحد مسك راس كواماتسو راس دانجيرو راس كيمو راس رايزاو راس كيكو راس ونيكو ماموشي راس كل واحد منهم قطع على راس ومشوا كذا ويجبون لك الننجا اروتي سوا مصدوم هذا فكو جرو يصرخ على قائدة اللي انقطعت لست رؤوس طاح في الارض خر صريعا صريعا يعني كان ميت وصرخت فكو جرو انا عارف انها تمثيلية بارعة جدا يستحق عليها الاسكار وكيمون يغمد سيفه وكل الأغمات يغمدون سيفهم قاعد يقول لا وقت لدينا نضيعة على امثالك يا اروتي ستلقى جزائك في الجحيم يعني راح تموت في الجحيم تلقى جزائك خاص قتلناك ومشينا ما عندنا وقت تضيعة لان نحن مستعجلين يروح ننقذ مومونوسكي سامل اللي قاعد يستهدفها دانجيرو اللي عندها القدرة ان يتشكل على شكل توكي ام مومونوسكي او حتى على شكل اودن ويستدرج او يستعطف مومونوسكي مما يجر مومونوسكي لعنده بعدين يقتله زي ما سوى فيهم فجر في نفسه فا اي راس ما يقدر يرسمها دانجيرو ويمثل تمثيلية اسطورية لانه هو ممثل بارع وعنده القدرة ان يمثل ويظهر مشاعر بشكل مرعبه وعنده القدرة على اقتباس اي شخصية سواء اودن كوزوكي او هاماتسكي توكي وعنده جابه اوريتي كذا راسه مقطوع طايح بعدين جابه فكوجورو يجي عن جثة اوريتي واقف قدامها ورائزا ووقف ايضا الخامسة كملوا طريقهم يروح ان قدوا مومونوسكي رائزا وتوقف وواجه فكوجورو قاعد يقول له هل ستنتقم له هل يعني بتحاول انك تنتقم لزعيمك او رئيسك او سيدك المقتول حاليا اوريتي ان رائزا والاغمات كلهم في بالهم انه خلاص قتله اوريتي انتقموا منه قضوا عليه قصة وست رؤوس بالرؤوسة مات الرجال مات اشتراهم لغبية هم ظن ان كان جرو مات من قبل صراحة انا يوسفني ان اقول هذا الشيء ولكن كاتب مظهر لغمات بشكل غبي جدا 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 فريزا هنا يكمل يقول انا يجب علي اقول هذا يا فكوجورو رأي فيك تغير يعني ما توقعت انه بيضال عندك ولا لسيدك حتى بعد قتل هذا معنى الكلام يعني انت بقيت مخلص لأوروتي حتى النهاية حتى بعد ما قتلناه حتى ززال مخلص له المشكل انه من قبل فكوجورو اظهر الولاء لكايدو كان مع كايدو وبعدين بس لها كايدو مع لغمات سحب نفسه كذا وراح حتى انه رئيس الساموراي انتباه له الساموراي اللي يخدمه لأوريشي انتباه له انه فجأة خرج مساعة المعركة لانه رايح لجثة أوريشي يعرف انه سيدة ممات والحين برضو نرجع للجملة اللي تكلمنا عنها قبل شوي فكوجورو في النهاية اقل ما يقال عنه مرتزق يعني شغال على الفلوس طالما انه أوريشي حي بيعطيني فلوس طالما انه مات بيعطيني فلوس فمستحيل انه يبقى موالي لأوريشي او خادم الوجي او يقاتل رئيسه حاليا كانت تقامه عشان أوريشي اللي مات لا بس هو يعرف انه أوريشي ما مات فنرجح للجملة اللي تكلم حط عليها خطين حمر يوم قال له هم ما يعلمون ان انقطع لك راس ورجعت الحياة لا معنية المعنى الاول انتبه ترى بقيلك سبع رؤوس فقط وتموت فليهذا السبب هو اظهر فقط ست رؤوس ولهذا السبب الكاتب ما جاب له ستة من الاغماض ما ادني وين وده ايزو ايزو مش موجود معه ما ادني وين راح انه لو ايزو معهم سابعة وهجموا عليه هجمة رجل واحد وقطع سبع رؤوس وهو مقطوع الراس من قابل ممكن باي باي لندن مات المعنى الثاني وهو المنطقي بالنسبة لي يا اوريتي ساماتا هم ما يدرون ان قدرتك لانقطع راسك يرجع فهنا سووا التمثيلية من جديد اه وراح يا سيد انا بحميك اخرص انا بقتلهم انا بنتقم منهم كلها مجرد تمثيلية وخداع وخبث وجبن وكل هذا الكلام المقصد منه ان اقطعوا رؤوسي وظن انكم قتلتوني مثل ما كاد وقطع راسي وظن انك قتلني وبعدها انا اقوم وكمل المنفذ وخطتي دون ان تشعرون وهذا المنطقي بالنسبة لي لهذا السبب هو اظهر فقط ست رؤوس ما اظهر سبعة كاملة ولهذا السبب الكاتب جاب ستة من الاغماد وما جاب السبعة كاملين هذا وجهة نظري في الموضوع وعندي ملاحظة اضافية مو شرط انك الاقطعة الثمار رؤوسي حقيته كلهم في ذا اليوم خلاص يموت هذا احتمال وارد ومنطقي لو صار كان انقطع على راس الاغماد هنقطع على ستة فانقطع على سبع رؤوس بقي الى راس واحد فقط لو تحول من جديد بيطلع بس راس واحد وينقطع الراس هذا وخلاص يموت اوريتي وينتهي هذا احتمال وارد ولكن الاسطورة فعليا تقول لك مهما قطعت راسي يتجدد مهما قطعت راسي يتجدد لما تجيب السلاح الاسطوري امينو هباكوري او هكابري اما اذكرش الاسم الصحيح بحسب الاسطاير يوم في اليابان كان يقطع اماتانووريتي جدد لين عانديو جدال يحتمال الصحيح فما يتجدد الراس سيجدد قتل الاستطوره هي اماتانووريتي اماتانووريتي تعندما ان كل الروس اللي انقطعت لها سبع رؤوس هذي كلها تتجدد من جديد لما يتحول مرة جاية يقدر يتحول بثمان رؤوس إلين ما يظهر من جديد أوريتي ويتحول ويقتل من جديد لا نستطيع الحكم هل هي هذه الأسطورة أو هذه الأسطورة هل هذا الطريق أو هذا الطريق وشل الهدف من كلام فوق الجرو يا كذا يا كذا أن ينبه ترى هم ما يدرون عن قدرتك أو ينبه أن ترى ترى تقلك بس سبع رؤوس يمكن تموت فطلع بس ست رؤوس عشان ما يموت كلا الاحتمالين وردين ننتظر ونرى قدامش اللي بيصير مع الكاتب طبعا بعد ما ريزاو قال أوه ما توقعت بأنك يكون عندك ولاية فوق الجرو أنك تظل ولي لأوروشي رغم أنه مات وكذا رد فوق الجرو نفس الكلام ريزاو قال الكلام ينطبق عليك أنت يعني أنت رئيسك ميت من عشرين سنة بس فعلا ريزاو عنده ولا ريزاو من الأغماد ذو الولاء العالي جدا عكس فوق الجرو اللي يعرف أنه سيدة ما مات فيكمل في كجرو يقول ولكن بغض النظر عن الانتقام من قتلت رئيسي وكذا ذلكلام احنا مقدر لنا نحن نتقاتل إلى اثنين منذ زمن بعيد يعني واضح أنه في بينهم هستري في بينهم ماضي من قبل أودن في السابق قبل 30 سنة وش كذا شاف ريزاو في غابة لقاء في غابة منبوذ وضمه مع العلم أن ريزاو كالمفروض يكون من ضمن النينجا الخاصين بالشوغن السابق يعني المفروض أن يكون من ضمن أتباع في كجرو ففيه احتمال أنه فيه ماضي بين الثنين ذيلي شيء كذا اصطدام اعتراض مشكلة بينهم فواضح أنه بنشوف معركة نينجا من عالم نرتو في ونبيس عم قريفة الفصول القادمة أنا ما أنا متحمس لها صراحة وما أنا متحمس لها وصلنا للشخصيتين غبية جدا ولكن ما يمنع أنك تشوف قتال نينجا في عالم ونبيس وراح استمتع فيها أكثر لما يجي الأنمي لأنه بيضفون إضافات كثيرة أكيد ومتصير في تقنية نينجا وكاكابينشن وسيتون وكاوكا تون وتقنيات النار وذالأشياء ممكن ليش لا لا نستفق العداد لنتظروا نشوف لأن النينجا الباقي كله من جلده على يد هيوغير وظفلاور كذا بكل بساطة ما شفنا منهم تقنيات ولا أي شيء فودنا نشوف بين فوكوجورو وريزا وصلنا ريزا ونينجا أصلا وأفضل مكان يستعرف فيه تقنيات النينجا حقيتها في ماجهة نينجا آخر ويثبت أنه النينجا الأفضل في وانه ويتفوق على فوكوجورو طبعا كل اللي صار ذا في الفصل حتى مجرد مقبلات يعني شوية تبولة حمص وكذا مقبلات فتوش قبل ندخل على الطبق الرئيسي دسم حق هذا الفصل معركة السطح الكاتب انتقل لها مباشرة وشي جميل وراه جدا اللي قاعد تصير في ذا الفصل نار 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 يا حبيبي نار والحمد لله طبعا فيه فصل السبوء القادم فشي جميل نيوم الجمعة ايضا بشوف استكمال لهذه الأحداث النارية بدأت اللقطة بالبيج مام قاعد تقول لكايدو مباشرة لنعطيهم ضربة قوية يا كايدو لنعطيهم ضربة مشتركة متحدة قوية ودقم الكلامة كم من الخمسة سينجو بعد هذه الضربة اتساءل اتساءل يعني من قوة الضربة اللي بيطلقونها الحين هي قاعد تساءل كم واحد من الخمسة بيبقى واقف على قدمه بعد يتلقى الضربة بدأت الصفحة قبل طبعا لا ينفذ كايدو والبيج مام الهجوم الأسطوري اللي هم قالوا بيسوونا يستسكد قاعد يكمل على خطة لاو اللي قالها الفصل إطاف إنه لازم نفصلهم عن بعض فيستسكد قاعد يقول حق لاو ترافقر لاو ما تقال تستخدم واحد قدرتك هذه اللي تسوي الروم هذي تنقل واحد منهم تحت تنقلها تحت تتوخر عننا عشان نكمل قتال ضد واحد لما احنا قاعدنا قاتل ثنين يمكوا فيرد لاو كنت ما سوي ذالشي بدون لا تقول لي كنت ما فعله بدون لا تتكلم ولا تقول لو أني أقدر لو أني أقدر طيب ما العائق يا لاو شي اللي يخليك ما تقدر تسوي ذالشي الهكي حقهم كذا كان من لاو يقول ذاير هكي الهكي الخاص بهم قوي جدا مستحيل عليه أقدر أحركهم طبعا هذا حطوا عليه عشر خطوط حمر وبيكون نقاش إن شاء الله مطول عليه في البث يوم الاثنين الليلة طبعا إذا إن شاء الله اللي نطبع نزل قبل أو بيكون نزل في القناة أمس إذا كان لنا طبعا نزل إلى مثل هذا ضمن نساء والله مو بيأدنا ذا الشي غصب على لي أنا آسف بس قبل أن نتقل الصفحة اللي بعدها أو الفريم اللي بعدها نوقف هنا دقيقة هذا الكلام قلنا أكثر من مرة كنت أنا أقول لجاني السؤال هل يستطيع لو يطلع قلب كايدو في قصة كذا ويقتل كايدو كنت أقول إجابتين الأول هو ما يعرف من قلب كايدو في طور التنين بالذات بس حتى لو فرض أنه يعرف موين مكان قلبه في هيئة البشرية هل يستطيع لاو الاقتراب من كايدو عشان يقدر سوي ذا الشي الهاكي حق كايدو عالي جدا ويمنع عنه يسوي ذا الشي طبعا نحن قد شفنا من قبل لاو يحرك دوفلمينغو على سبيل المثال هذه التغريدة طرحناها في حساب سكوبر قبان أمس قد ترجعونها بتفصيل أكثر من اللي أنا أقولها الحين وبتكلم بتفصيل أكثر بالبث إن شاء الله بس باختصار لي بقول أنه طبيعي جدا أن الهاكي الخاص بلاو يكون قريب من الهاكي الخاص بدوفلمينغو ثنين هم تشيبوا كايدو في الأخير نعم دوفلمينغو يستخدمها كما لاكي ولكن ليس بذلك المستوى العالي مثل اليونكو فهذه النقطة طبعا فيه احتمالية وفرضية طرحها في الحساب إنه ما ذلعوا إنه جيتك مباغتة هل ممكن بشكل مفاجأ أقدر أنقلك وتما تدري دولة تفعل هاكي احتمال وارد إنه ذا الشي ممكن يصير إنه لو بغتك وتما تدري أقدر أنقلك ولكن لما تكون علامة الاستعداد ما تقدر تقرب مني أو إنه بما أن الهاكي حقي أعلى منك بمراحل مستحيل عليك تقدر تنقلني بالروم حقك هذا الشي طبعا يضع فيه حدود على قدرات لاو وشقر وغيرها من الشخصيات الثانية إنه مو بأي أحد يعني مو مقبول بالنسبة لنا إنه شقر اللي تابعت دفلمينغو تيجي تلمس كايد تحاوله دمية وين قاعدين نحن ما نتقبل ده الشيء أصر فالإجابة هذه كنا ننتظرها من الكاتب منذ زمن طويل كنا نتوقع أن تطلع في الاس بي اس ولكن الكاتب يضطر أن يعطينا الإجابة هنا عشان يوضح ليش لاو ما يسوي الروم لأنه لكل كان يقول سهلا لاو يسوي الروم ويانجر البقوام يلوح برها خلاص لينا الموضوع ما ينفى ما يقدر الهك حقها أعلى من الهك حقها فلا يستطيع فعل ذلك أريدته 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 على الإجابة كنا ننتظرها على حر من الجمر وهي كانت الشيء المنطقي أساسا فهينا رد يستسكد وفي الترجمة الرسمية كانت بصيغة أفضل وأوضح في هذه الحالة لنقم بالتفكيك لنبدأ بالتفكيك تفكيك إيش؟ ماذا يقصد؟ لا أدري بيبين بعد شويل اللي يتبع ما يصاب أصابها فنكمل طبعا أول ما نستشعر بالهجوم القوي القادم كان لوفي بحكم أنها مستخدم لهك التنبؤ وممكن حتى رؤية المستقبل من فعلها هاي ينتبه في شيء قوي قادم في الطريق فيه هجوم ساحق ماحق قادم في الطريقة خلوكم على بدل استعدوا وفعلا أظهر لنا الكاتب كايد والبيجموم كل واحدون مرافع السلاحة يسوون هجوم مشترك هجوم ثنائي ضربة واحدة عبارة عن حراوة كايده وسيف البيجموم بأقوى ضرباتهم مع بعض هجوم مشترك متحد فكايد قاعد يقول للبيجموم هل أستطيع ثقة في جسدك أنه يستطيع تحمل الهجوم يعني تقدم تفزين الهجوم مع الجسده ما أقبرت أي على هالهجمة الواضح أنه كان يسوونها يمكن يمكنه في طاقة من ركس يمكنه شباب فهو قاعد يطمن ها لسه فيش حيل ولا ما فيش حيل البيجموم فترد البيجموم بكل ثقة من تظن نفسك قاعد تمازح الآن أو تثير غيظة يعني أنت قاعد تستعبط عليه تعرف ما تقوي تعرف اني يونكو تعرف اني قوية وأقدر أسويها وفعلا بدت مؤثر حق الضربة يطلع فزوره وقاله أوه هذا سيء جدا بده يلاحظ مدى قوة الضربة وفعلا كايده ظوف والبيجموم ظوف مع بعض ضربة مشتركة وكان فيه تعليق من كيلر من المستحيل علينا تفادي هذا الهجوم يعني الهجوم قوي وسريع بشكل مرعب جدا جدا جاب لنا الكاتب الصورة من خلف البيجموم وكايده كيف أنه سيفها وهراوت بتزامن وهراوت كايده تضربه مع بعض الحاوى في نفس الوقت فعطلقوا شيء كذا مؤثر قوي تقول نار تقول مدري إيش حاكم البحار كونكو أسوف دا سيء يعني ضربة حاكم البحار ضربة قوية جدا 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 وانطلقت بشكل مؤثر مرعب جدا قاعد تشك كل شيء قدامها فجأة ظهرت صدمة على وجه كايده على البيجموم ويظهر زورو ماسك الثلاث يفحقته ثم إنه الرجل إنه رجل الرجال زورو يتصدى لضربة قاعده والبيت مع بعض مجهد رهيب وجميل ورائع جدا جدا وطبع هي من زورو كالعادة ابتعدوا كلكم يكلم الأربع اللي خلفها واخرى من هنا ابتعدوا ينجوا وإلا سنموت كلنا يعني أنا مضحي بنفسي أنا قدامت عشان أتلقى الضربة وصدها عشان أحميكم أنتم الأربع عطيكم فرصة تهربون وأنا مضحي بنفسي أموت عادي ما يهمني ويظهر لنا الكاتب الصورة من الخلف كيف إنه مؤثر الضربة بدها برغم إنه زورو صدها لأنه إشعاع حقها وقواته بده يطلع على يستسكد على لوفي ولكن الكاتب أظهر لنا لا ومسوي مؤثر حق الصبع كده شامبلز حركة تبدين الأماكن في آخر لحظة مظهرها وورينا الكاتب زورو كده بنزل رأسي يعني خلاص بدت تخارقواه مع أنه يعني قاعد يتصدى الأقوى ضربة من الثنين يونكو والجزيرة كلها تحتز بشكل مطبيعي أجزاء كبيرة صخور كبيرة ضخمة عملاقة من الجزيرة بدت تتكسر وطيح بره لأن الجزيرة عائمة في الهواء نحن جل ما أشهد على كايده وعلى البيقمام اللي بعيدين عن مكان الضربة وكايده قاعد يقول أصواتهم لم تختفي بعد طبعاً هذه تلميحة قوية على أن كايده قاعد يستخدم هكي التنبؤ حالياً لأنه من الغبار الضربة وأثرها يعني كل شيء متناثر للهواء ما يمدك تشوف بالرؤية بالمجردة ممكن حاسرة تسمع حق كايده مرتفعة جداً لذلك أنه قاعد يسمعهم يسمع صواتهم يكحون يظهرون تنفسهم أو المنطقي والأكثر منطقي والصحيح أنه قاعد يستخدم هكي التنبؤ فقاعد يقول أصوات بهكي التنبؤ ما اختفت فالبيقمام تقول أوه نجوا منها هذا مذهل أنه مقدروا ينجون يتفادون هذه الضربة جي المشهد على أربعة من السوبرنوفا زورو طاح في الأرض ينفض من الألم ويتألم ولو يقول له زورو هل أنت بخير لا أنت على قيد الحياة ويقول أظن أني على قيد الحياة أظن أني لا أسأل قيد الحياة بعد ما تلقى الضربة ويعلق يستسكد من المذهل أنك تمكنت من التصدي لتلك الضربة على الرغم أنك وقفتها لثانية واحدة بس مجرد ثانية واحدة بس يعني زوروا ما صد الضربة ما أوقف الضربة ما رد الضربة أوقفها عطلها أن تصيبهم لثانية واحدة مما مكن له أن يسوي شامبلز ويبعدهم كلهم من مجال الضربة أو مدى الضربة فاجئة كلا نقول وين قد بعد القاش مو مجمهم أربعة مو ظنهم خمسة طبعا لو نقلهم كلهم نقل الخمسة كلهم وخرم عن مدى الضربة الضربة كانت مجع على الخمسة كلهم لا ونقلهم يعني ماذا نقول الضربة جاي كذا لا ونقلهم من هنا لنهينة مكان ثاني يعني عشس ينجوم من الضربة ما تجيهم أثر الضربة الضربة طارت في الهواء بعد ما دمرت جزء كبير من الجزيرة وقبت الجمجمة هذه بس فجأة لوفي اللي كان جمهم اختفى ما موجود ويجيب لك الكاتب لوفي يقافز بالهواء قامانا قامانا والحك يريو طبعا النار تطلع في يده وبرضو الحكي مولع فيها ريد طبعا موروض أنها ريد هوك أو ريد روخ اللي يستخدمها من قبل نفسه للنظاف عليها الهكي بس فوف مرت جم كايدو كايدو وليه أول مرة من بدأ المعركة أو من بدأ الأركة كل كايدو فوف تفادى ضربة لوفي سريعة جدا جدا كمين يعرف أن ريد روخ أو ريد روخ سريعة جدا 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 طبعا تفادي كايدو للضربة قبل أن نعلق عليه بس دعنا نقول ما الذي يسوها لوفي لوفي قاعد يضحك بابتسامة شريرة حقيرة من لوفي هل تفاديت هذه الهجمة يا كايدو؟ لأنها كانت ستؤلمك ألما فضيعا كده يعني معناته حسيت أنه بيجيك ألم من وراه فاتفاديتها فمر طبعا كايدو كان كده يطالع لوفي فوق ولوفي مر علي يضحك ويفتر كايدو عليه كده وملحق بالهراوة ويوفي طاير بالهوة وصار منعكس عليها لأنه مرت يده فتلتها اليد على قولته فينطار بالهوة وشاف الهراوة جايتها حطي دينه كده وعبهم هكي عشان يصد ضربة كايدو اللي جايتها بالهراوة ولكن تصد إيش ولا إيش ضربت كايدو في الوضع الطبيعي سريع صاروخية في طور الهايبرد سريع أو الصاروخية أكبر وقوية أكثر بوم لكلوا في لكة سفرة كذا خمسين متر هناك وسقعة في الأرض ولأول مرة تظهر لنا الرجول كايدو واضحة أن فيها العكفة حقا الديناصورة وحقا الغزالة ومشي تمين رجولة مو مستقيمة حاليا رجولة رجولة تنين عادية لما يكون طاهر ولا هي رجول البشر المستقيمة نص ميكس زي رجول اكس دريك كذا تذكرون يوم تحول في طور الهايبرد له ديناصور كامل وله بشري كامل رجول كذا مرعبة سريعة تساعد على السرعة والقوة أيضا أول ما صقع لوفي في الأرض قابل يقول آه يدينك قاعدة رغم أنه لا يزال فيها تصلب قاعدة تصنرنة صنرنة بضربة في دينة حمى واجهها حمل يعني راسه واجهها ولكن يدينة تون من قوة الألم من قوة ضربة كايدو طبعا كايدو رغم أنها زحفة مسافة بعيدة جدا ما تأخر ولا تطول كذا قفز برجولة زي ما قلت لكم السريعة دي وصل في ثواري عند لوفي لوفي تو يقوم لها شاف كائده فاجه فتح لذا ما كده طلع طلق نارية طبعا طلق نارية هذه ما توقعينه شفناها في طور التنين حالين هو في طور الحايبرد اللي هو نص بشري نص تنين وما ذلك يستطيع زي ما قلنا يستخدم قدرات التنين اطلق نفخ النار او نفس النار حقه الحارق القوي جدا على لوفي اغلب لوفي قاعد يستخدم هنا حكي التنبؤ رؤية المستقبل عشان يتفادى الضربات هذه فوقفها ستفادى الطلقة النارية هذه ولكن زي ما توقع عبدالباري ما شاء الله عليه ان كائده حاليا في الطور هذا عنده ذيل طويل يستطيع استخدامه ايضا على عكس طول التنين ما كان يستخدم ذيل كثير هالمرة ذيل الطويل مرة اللي صاير كنا على قولة عبدالباري عكرت ضب اللي ما يعرف عكرت ضب ذيل الضب مرة مرة قوي ذيل التمساح مرة مرة قوي يضرب ببه يجلد ببه يعطيك لسعبه فكائده ايضا في طول التنين الهجين ما بين تنين وباشير يستطيع استخدام ذيله بشكل سريع لشط لوفي او ضرب لوفي بالصوت بالذيل حقه ضربه كده اللي كان قابس الهوائي بحاول يتفادى الصقة في الارض يضربه وللزقه في الارض واللحظة اللي سقط لوفي في الارض كانت قاعد يدور هراوته في الهواء يدورها بشكل سريع جدا جدا وينزل كده بضربة حاكم الهوالم الثلاث راغناروك بوم ضربة أليمة في وجه او بطن لوفي اللي كان طاع في الارض ما يمدي يتفادى للمينه اللي سرتوى ضربه بالذيل هذا الدليل على السرعة لوفي حتى يتوقع حتى لو انه قاعد يستخدم هكذا تنبه و رايته مستقبل مو بقادر يتفادى من سرعة كايدو ضربه بالصوت بالذيل فتر كده بالهواء فر الهرواء ونزلها عليه راغناروك طبعا عشان نكون صادقين مئة بالمية الكاتب أظهر الضربة وهي على وشك تلعمل لوفي منطقيا مستحيل على لوفي تفادى هذا المنطقي ولكن في احتمال ولو حتى صفر فاصلة صفر صفر واحد بالمية ان لوفي قدر يقفز في اخر جزء من الثاني يتفاداها لو ينقلا ما أنا عدي شي ليه سار لوفي فعلان تلقي مثل هذه الضربة فانا اعتقد انه فيه دامج مو طبيعي على لوفي بعد هذي الضربة يعني الكاتب اظهرها realidade و خلاص وكان كل ربع لوفي لو زاروه على لقاء زارو بالذات لوفيييييييييييييي 올انه واضح ان الضربة جاتو بوم اكل اكل جامد شي جامد جاب لان الكاتب زارو قاعم يهفح ميت من التعب فجأة ظهر له او بدأ تحركو先 لالاربع اللي كانوا بعيدين عن ساحة المعركة تداءا من يولستس كيد قال يقول لها حقا اتس رادي كتاملة صارت جاهزة سوى زي الصندوق المربع كبير كل حديد مركبة هون طبقة كذا زي الصندقة زي السجن فالبيك موم التفتت ها ش قاعد يسوون دايني فيستس كد يقول حقا اتس رادي لاو عالقوا سوى الروم ويقول شامبلز كذا وتوى الزيوس اللي في يد البيك موم قاعد يقول شغلون نفسك قاعد تسوي انت فجأة الزيوس اللي كان في يد البيك موم اختفى من يد البيك موم وصار بسط الصندقة بسط السجن اه طلعوني ولا انا في المكان مظلمين فجأة يظهر لك الكاتب كيلر قاعد يركض وزور يركض جنبه وكيلر قاعد يكلم زور يقول هل تستطيع فعلها يا زور يعني انت واضح انك مصاب تستطيع تكمل وزور يرد يجذر بي ذلك يجب عليه ذلك يعني ما في مجال ما عندي خيار اني اتكيسل اتألم واتكيسل الآن لازم اقاتل ويهجم لك كيلر كذا بضرب بساحقة على النابليون يطير من يد البيك موم الثانية وزوره يقص بريثيميوس الشمس اللي كانت واقف عليها البيك موم نار الحرقة حق قطة شمس المشتعلة ولحظة اللي زوره قطع الشمس البيك موم فقط توازنها لان زي ما تقول جزء العلوي من الشمس دحضر على قدام بعد القطعة فسقطت البيك موم ارضا ويجيب لك الكاتب بريثيميوس الشمس المحترق يسرع وكنه يجدد يتجمع من جديد وزوره يقول لها لن اسمح لك لاني اعطيك مجال انك تتجمع وتتجدد من جديد شينك 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 قاد يقطع فيه ويستخدم زوره قاطع نيران تقنية كيمون تقاطع الستطرق بريثيميوس الى قطع صغيرة جدا 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 نتفه كذا انتيفات انتيفات ويجيب لك الكاتب كيلر قاعد يطارد نابليون سيف البيك موم ويركط اه توقف انا مجرد سيف لتقتلي بذاك شينك شينك قاد يقطع فيه كيلر قاعد يطارد السيف ويبعد على البيك موم وزوره لتف بريثيميوس ويستسكد حفس عن طريق لاوي يعني بتساعده من لاوي يمسو الروم حفس زيوس الغيمة فكل قدرات البيجموم أو الروح البيجموم الثلاث اللي عندها مش جنبها فالبيجموم قاعدة تصرخ عودوا إليه تعالوا لي وهم كلهم الثلاث يصدقوا في نفس الوقت بصوت متزامن ماما هلبس ماما زاعدين يعني نجلد تعالي زاعدين انقذينا أول عشان نجي نقدر نساعدك ويظهر يستس كده مستخدم المدافع حقته بانك بيستل مصدس البانك هذا ويطلق رماح حديدية كده قوية جدا على جسد البيجموم كلها ضربت في البيجموم ولا واحد منهم اخترق جسدها الحديد كلها تناثرت لطاحت تطاحت ولا كان يشعيد ما كانك اللي ضربها بكذا بلاستك يا شيخ مو حديد والبيجموم تقول ويش قاعد يتساون هل تظنونكم جرتوني من أرواح تستطيعون هزيمتي عندكم فرصة كم تحزموني وترفع يادها كده بوم وخبزت يستس كد خبزة عطتها ضربة لزقتها في الأرض يا شيخ طبعا يستس كده مخبوز في الأرض كده ملزق في الأرض يدها عملاقة جدا الحديدية عبارة عن خمسة صابع قبضت على يد البيجموم اللي بقستها يعني البوكس هذا قبضت على بيدها هذي طبعا يدها اللي صارها حديدية أساسا كلها مغناطيس ممسوكة بالمغناطيس فيها مساكبها البيجموم بعدين قال ريبل للتنافر حق المغناطيس ورفعها فصل اليد عن جسمه قبض عليه ورفعها في الهواء قامت تطير في الهواء بسببت أن المغناطيس ماسك في يدها قطع حديدية ماسك في يدها ورفعتها في الهواء هنا طبعا هي فاقدة السيطرة ما تقدر تتحرك ما تقدر تلكم ما تقدر تركن ويجيك لاو على طول تاكتك رفع كذا صخرة ضخمة أكبر من البيجموم بضعفين كذا ويدزة كذا يرميها طايرة في المجال حقها طبعا يقدر تحكف الروف في المجال حقها بالني يحرك الصخرة وبوم تصطدم الصخرة في البيجموم فالبيجموم تقول يا الحمقى وش تظلوني يعني إذا قعتوني بصخرة بتأثرون فيني حداية اللي بساعة طلقت زي المسدس باخترقتني يعني إذا الصخرة بتأثر فيني فالبيجموم نسأت إنها حالين هي طائرة في الهواء أصلا بسببت المغلاطيس يستسكد وهذا الهو ضربها بالصخرة في الهواء فطارت وهم أساسا على طرف الجزيرة فجأة شافت روحها خارج حدود الجزيرة العائمة الجزيرة الطائرة في الهواء بعد أن خرجت عن الحدود توقفت الحصاء على الدفع وتوقف طبعا يستسكد فك المغلاطيس اللي على يدينا ورجع يدها كيد في يدها الأصابعة هي أساسا يدها قبضت رتحت لها كيد في يدها مرة ثانية فاجأة البيجموم تجد نفسها في الهواء الطلق لا شيء ممسكها ولا شيء تحتها ولا شيء بدأت بالتهاوي بالسقوط كده ناني بعدين قعد تقول لقد نسيت لا يوجد شيء تحتنا إلا البحر زيوس ساعدني تسكته وين زيوس بس جون داخل سجن يستسكد اللي يوم سوينا ويقول ما عم ما يصر خيب يطلع من السجن مبقادر ولو يقول كذا تعليق جميل منه إن كنت لا تستطيع الطيران لإنقاذها يقصد أنت يا زيوس محبوس ما تقدر تطير وتساعده طبعا بريثيميوس النار زورو قطع إلى شلها صغيرة تلتف بالكام نعتقد أنه يقدر يتجمع أصلا ممكن يتجمع بس ما أعتقد بس الكاتب هنا ورن فريم بسيط على زورو كح دم الضربة اللي صدها لثانية واحدة فقط أثرت الضرر الكبير ذا كله رغم إنه لو انقلب الروم وبعده شامبلز وخرع عن أثارها ومعني ما تلقى الضرر كاملس مجرد إنه تصدى للضربة الأصولية من الثنين ينكو أثر الضرر الكبير على ذلك درس إنه بدي كح دم ويوم كان يقاتل زورو يقطع بريثيميوس النار كان يعاني من الألم والأضرار بسبة الضربة اللي قبل فيكمل لو هذا يتكفل بواحد منهما يقصد واحد من الثنين ينكو بعدنا ومن البداية كان خطاتهم واستهدافهم بالبيجموم كانوا يبقون يفصلونهم وبعدون البيجموم عشان يخلون كايد الحالة ما نقدر نهزم الثنين ينكو مجتمعين مع بعض حتى لو نحن خمسة ما نقدر نهزمهم وطبعا الكاتب رسم البيجموم في رسمه كذا مرتعبة من تقبة خايفة مع العلم أن في المنجا ما تضح للي تحتى فعلا ماي لأن المفروض أن الجزيرة تطير وتعوم من فترة وشفنا أساسا المفروض شفنا أعصمة الزهور جبل فوجي قرب فممكن البيجموم أساسا لا تسقط في البحر وممكن تسقط على جزيرة وانو نفسها في مكان ما فيه ماي ممكن تسقط في البحر وممكن لا تزال الجزيرة تعوم وممكن تسقط في نهر من بين الأنهار اللي موجودة داخل وانو ما ندري وين ستسقط بالضبط وشي اللي بيصير لها ما ندري اللي ممنها سقطت من على الجزيرة فأبعدوها عن ساعة المعركة ساعة المعركة كانت السطح هي المفروضة أن عندها القدرة على الطيران بس منعوها من قدرة الطيران بأنه مخر وبريثيميوس وزيوس هنا السؤال طبعا على كده لتالى الفصل للأسف وأنه لازم نتطلق أسبوع الجاي وأعتقد الكاتب راح يصحب على سالفة البيجموم فترة طويلة من الزمن مادي متى بتطلع ولا شون بتطلع هل بتنجو ما راح تنجو ما نادري بيعطينا كده خمسة فصول سحبة يمكن حتى أكثر بعدين نعرف إجابة على البيجموم بس في احتمالات أن البيجموم تستطيع النجاح بأنه مثلا زوره بسبب تعبه ما قدر يكمل تقطيعه لبريثيميوس فيقدر يتجمع ويطير وينقض البيجموم ممكن هذا والد البيجموم بسه ويطاحه في السماء تصنع لها سحابة جديدة جزء من روحها تصنع لها شمس جديدة تسوي أي شيء وتخليه عوم وتقدر تنجو بطريقة أو بأخرى ننجي حاليا للتوقعات والمعضلات والشغلات الجميلة أول شيء والتوقع الأسطوري اللي أنا قيل من بداية الأرق طبعا أنا صحيح غيرت ستايل وسلوب كلامي عن البيجموم من كلامي السابق أنها ملطشة والكلام اللي أنا تراجعت عنه وخلصنا منه تبقى هي يونكو أسطورية وكل هذا الكلام القوية ولكن توقع عنها أن لابد أن تخرج من الأرق ما تغيرت ما غيرت كلامي لابد أن تخرج من الأرق من البداية كنت أقولها ولازلت مصر عليها ويوم طرح الشباب قلت إي أنا ما يهمني من يطلعها ولا كيف تطلع بس لابد أن تخرج إذا ما تدخل أحد لابد أن تخرج البيجموم من الأرق والحمد لله ذي خرجت زي ما توقعنا عشان قاعد يظل شخص واحد في موجات خمسة حاليا بس ما ندري كم بقى من الخمسة سيستطيع القتال ومن سيستمر في القتال ما ندري حتى نعم طيب هذا نقطة أولى نقطة ثانية سقوط البيجموم كيونكو من نصبها آزا يونكو وليس سقوطها يعني اندثار مملكاتها أو كذا أنا كنت أقول ذلك الكلام أكثر من مرة وأعتقد أزيد وأكد عليه الآن بس أشان لا أحد ينسى حتى لو ظلت باقي إلى نهاية القصة ما عندي أي مشكلة مع البيجموم هي شخصية سورية وعظيمة وستظل عظيمة حتى النهاية ولكن من صبها آزا يونكو طالما أنها تلقت هزيمة حاليا هي أعلانة التحالف بينها وبين كايدو فعندما يسقط كايدو معناتها للتحالف هذا السقط فبيكون بهذه الطريقة لو في أسقط اثنين ينكم من منصبهم كايدو والبيجموم طبعا ما راح أنا أقول ذلك الكلام لازم يعني ما ينفع أنه يقول ولا خلاص كذا هي بالسقط هذا سقطت منصبها زيكم لا ما ينفع أبيها صريحة من الكاتب أعلان في الجريدة شيء من هذا القبيل على نهاية الأرك قبل بداية الأرك القادم عشان توقع يكون ضبط ما يهمني لو بقيت في القصة للنهاية كشخصية مثلا عسي المثال عشان أشرح النقطة هذه قلت تكلمت فيه أكثر من مرة سموكر أذكرني قلت الكلام هذا بالحرار سموكر كمثال لا يزال موجود في القصة وسيستمر لنهاية القصة موجود ولكن الكاتب لم يجعله يقاتل لوفي مرة أخرى رغم أنه صدم معاه في أرباستا وصدم معاه في لوكتاون إلا وجاهم بارضا حتى في حدث بنك هازرد رغم أنه كان حليف إذا كان حدث أكثر من كون العدو ولكنه كان يوم يجي يطارد لوفي إلا أنه لم يقاتل لوفي ولم يكن ندى ليند مع لوفي نهائيا من بعد ظهور لوفي من حدث البيجموم نفس الشي هنا البيجموم طاردت لوفي وجات في السجن وجات حين في الأرق إلا أنه فعليا لم يكن هناك قتال بين لوفي والبيجموم قتال مستمر لكمات متضاربة لوفي هنا في الأرق هذا بالذات وفي الحدث هذا قاعد يقاتل كايدو كايدو وليس البيجموم قاعد يوجر ضركلاته وضرباته كلها حتى يوم أن استادف البيجموم بضربه كان بيضربها تدخل كايدو ولم يضربها طبعا البيجموم حاليا سقطت دون أن تتلقى أي ضرر الدمج الوحيد اللي جاءها قام نايف من لاو ولا أثرت ذلك التأثير القوية عدا ذلك ما تلقت أي ضرر لا من لوفي ولا من غيره أبعدوها أخرجوها من المعركة ولكن لم تتلقى أي ضرر فحتى لو ظلت باقية وتتمدد حتى نهاية القصة ما عندي مشكلة هدفي وكلامي اللي كنت أقوله من نهاية أرك البيجموم سقوطها من منصبها أزا يونكو وكنت أقول التايم لاين حقي إن الكاتب لن يسقطها من منصبها اليونكو قبل أن يسقط كايدو سيكون سقوط كايدو أولا ثم هي أو مع بعض وهذا اللي بيصير لأنهم تحالفوا مع بعض فسقوط كايدو يعني سقوط البيجموم منصبها لا تخذنا من كلامي ما عليكم من كلامي أنا انتظروها إعلان في جريدة إعلان من الكاتب إعلان كذا أنه سقطت منصبها أزا يونكو أو اللوفي هزم اثنين يونكو أو سقطوا اثنين منصبهم ولوفي صار يونكو الثالث أو يونكو الخامس ما أدي شو ما يسويها الكاتب ننتظره ونرىه في نهاية الأرك هذا موضوع البيجموم خلصنا لي نجي الموضوع كايدو أنا قلت وعدت وزدت وسعيد وأزيد للمرة الألف لوفي سيهزم من كايدو هزيمة ثانية ولا ربما هزيمة ثالثة والتحدي اللي أنا ما أخذ عليكم وعلى الجمهور وعلى الكل أن لوفي ضد كايدو رجل للرجل في المواجهة الأخيرة وليست الضربة الأخيرة مو أن لا والله كل يضربة كل يضربة بعدين يجي لوفي ويجي للضربة الأخيرة ويهزمها لا المواجهة الأخيرة بعد ما يسقطون كل الخصوم يبقى لوفي واقف يبقى كايدو واقف ويتقاتلون كلاهما قتال مميت مستميت لوحدهما دون تدخل أي أحد وينتهي بانتصار لوفي على كايدو في مواجهة رجل لرجل حتى النهاية قتال مستمر مستميت حالياً لو تشوف فعلياً الأربع الموجودين كلهم ما في أي حد يستطيع الضرار بكايدو إلا زورو زورو الوحيد بسيف إن ما يستطيع الضرار فيه شفناً نقدر يجرحها معناً جرح مش مميت بس اجرحها شفنا كايدو حين واقف دون أي ضرر دون أي دامج عليه فالأربع الموجودين كلهم يستطيع الضرار بكايدو ضرر بسيط ما هو مرة مرة دامج اللي يأثر عليه خارج المعركة وطول الفترة السابقة كايدو كان معه البيجمام تساعده حالياً سقطت البيجمام وقابل سقوط البيجمام الكاتب تعمد يوريك إن زورو تلقى ضرر دامج قوي جداً جداً قد يبعد عن صحة المعركة يعني أقل القليل لا وحالياً يقول لحق زورو ارتاح انزل تحت ارتاح شوف لك أحد يعالجك تشبر ولا يتلقى العلاج ويرجع مثلاً زورو يقاتل كينغ يكون خاصمة كينغ زي ما كنا متوقعين من البداية هذا الشي وارد احتمال وارد ما نقدر نجزم فيه نعم ولا نقدر نجزم فيه لا ولكنه وارد وممكن ومقبول حتى لو استمرت يعني استمر زورو في السطح لن يشارك في المعركة وكلها دور كبير جداً بعد الضرر كبير اللي تلقاه بعدما صد ضربة اثنين يونكو ويعني دور عظيم وصولي قدمه صراحة زورو في الآرض يعني شبنا حين سانجي تلقى ضرر جامد من بلاك ماريا بس لا يزال مستمر في الارك زورو ايضاً تلقى ضرر اسطوري مثلين يونكو لكنه لا يزال مستمر في الارك فهل بيكون خصومهم هم الكوارث كوينو كينغ ام بيكون لهم ادوار اخرى ما ادري ما اقدر اجزم مننتظر وشوف الكاتب بشان بيوزع المعركة قدام المؤكد من نجلة نظري ان كايدو راح يسحق اللي موجودين في السطح كلهم بما فيهم لوفي في المعركة الاولى اللي تعتبر الثانية للوفي لوفي تلقى الهزيمة الاولى في كيوري يوم انه عطاه رايمي هاكي وازدحه وفقد الوعي حالياً بيشوف لوفي بعد ما تلقى راقران روكلي المبروض انها اقوى من رايمي هاكي هل سيستطيع الصمود ام فقد الوعي بخارج يعني هذا انه نعتبرها الهزيمة الثانية للوفي ولا نسه ما ادري انتظر الفصل القادم على حرم الجمر اتمنى ان الكاتب يكمل في المعركة هذه ما يروح انتقل وورينا معارك ثاني داجة وخصنا بيوقف يعني على الاغلب بعد اسبوع الجاي بيكون في توقف اسبوع على الاغلب مو بكيد بس على الاغلب فاتمنى من كل قلبي ان احنا نشوف شي في المعركة ذي اللي في السطح قبل لا ينتقل ووقف وورينا شي اللي صار مع زورو مع لوفي مع يستسكد مع لاو مع كيلر كيلر ما تلقى اي شي بيقدر يكمل بس يعني كيلر ما من ذلك الدعم والفايدة اللي قوية يعني في النهاية ازا ما قلت لكم كايدو في طور الهايبرد يستطيع سدحهم كلهم بالضربة هذه الرقل ووركة ولا غيرها يقدر ينتفهم واحد واحد اثبتوا انهم خصوم اقوى من الاغماط التسعة كانوا تسعة ما قدرسهم شي لكايدو الحالة فما بالك حاليا بالخمسة رغم انهم اقوى لن يستطيعوا هزيمة كايد هذا وجهة نظري انا لوفي ما سيستطيع هزيمته عندما تستمر المعركة ويظهر لوفي النمط الجديد هل سيظهر الان قبل لا يهزم الهزيمة الاولى في المعركة الثالثة الواجهة الاخيرة ويظهر كارت الرابع لحين كايدو اظهر الكارت الرابع اللي هو طور الهايبرد بس لوفي الى الان ما اظهر النمط الجديد من القير الرابع لمظاهر او القير الخامس او الايقاب لا تزال في ورقة رابح عنده في لم تظهر انا واثق من هذا الشي وانتظر تأكيد من الكاتب على هذا الشي في نقاط كثيرة في رأسي وملاحظات كثيرة في الفصل معلمات كثيرة اعتذر اذا انا نسيت شي منها ولا شي بس ستقولوني بث ثلاثين اليوم اللي انتوا على ما تشوفون ذا الانطباع بستر نزال امس على الاغلب ذا الانطباع بينزل بكرة الثلاثة فروحوا شوفوه ان شاء الله بث المانجا بيكون في كل الاجوبة والنقاشات والتناقشات الجميلة والراية على هذا الفصل كده نكون وصلنا لها هذا الانطباع في الختام قولوا معاي سبحانك الله و بحمدك اشهدان لله لله انت استغفر كنتو بليك لا تصول اشتراك في القناة وضغط على زر العجاب وشير ونشوفكم على خير